سوف تستخدمي شريط البرشام بعد ان تخلص في أفكار حلوة جدا سوف ننظف الجزء السلفر الذي يكون موجود في مكان البرشامة سوف تشيل كل الأجزاء الزيادة سوف يكون لدي المكان الذي يكون فيه البرشامة أو الكابسولة سوف أفضل هذا المكان باستخدام صباعي لكي أفضل أي تنهايات سوف أخذ الجزء الذي فردته وشلته كلها لمنبرر سوف أستخدم الجليتر أي لون تحبيه وده طبعا بيكون موجود في المكتبات سوف أفضل جزء مكان البرشامة بالجليتر سوف أفضل باستخدام الشمع فوق الجليتر بالضبط سوف نحط كمية شمع كبيرة لكي نفل على الجليتر كويس جدا باستخدام الشمع هنا استخدمت أشكال مختلفة من البرشام يعني كان فيه جزء مربع استخدمته وستخدمت الشكل المدور سوف أقسمها لحد ما تنشف معينا وبعد ذلك سوف أفضل أجزاء زيادة اللي حوالين الجزء اللي عملناه مكان البرشامة اللي ثبتنا فيه الجليتر وفي الشمع هبتدي أقص الزيادات برضو اللي موجودة عندي من الشمع بس أنا أخذ بالنا براح أخلص عشان ما نفتحش تاني مكان الجليتر هبتدي كده أقص الزيادات وبأخذ بالي كويس جدا إن إحنا نكون قفلين على الجليتر كويس جدا باستخدام الشمع زي ما اتفقنا كده أنا سيبته ينشف وبدأت إن أنا أساوي كده الجزء اللي من بالا هبتدي بعد كده إن أنا أستخدم هنا دي عليقة أو الجزء اللي بيكون موجود في الحلقة الاكسسوار هبتدي كده إن أنا أثبتها في الضهر بالطريقة دي تقدر إن إنتي تجددي أي حلقة قديم أو تعمل حلقة الأكسسوار بطريقة سهلة جدا وباللون كمان اللي تحبيه ممكن كمان نستخدم هنا خواتم قديمة اللي هي خواتم الاكسسوار أو ادعها بالصين وتبدأي برضو إن إنتي تستخدمي فيها الأجزاء اللي هي موجودة في شرائط البرشام وتبدأي برضو تثبتي فيها الجليتر زي ما شفنا كده وهتستخدميها كفص هيبقى بشكله ملون فكرتها بسيطة قوي وكمان حلوة وكمان مش تاخد معاك أي وقت استخدمت هنا فص صغير وبدأت إن أنا أثبته في خاتم قديم برضو ممكن استخدم شرائط البرشام فكرة حلوة جدا وكمان عملية وممكن بدل ما تشتريها هتوفري طبعا وتعمليها بإيدي بدأت برضو إن أنا أستخدم هنا شرائط البرشام فودي بدأت إن أنا أنظف الجزء اللي هو بيكون برده السلغر اللي هو قفلة البرشامة نفسها شلت كده الأجزاء اللي موجودة عليها واستخدمت بعد كده فصوص اسود ودي بتبقى موجودة عند محلات الخياطة ممكن برضو إن إحنا نستخدم هنا الفوم الاسود ما فيش مشكلة لو أنت مش عادة تجيبي اللي خلص الاسود ده بدأت كده إن أنا أثبتها بالشكل ده جوة العيون أو الأجزاء اللي هي كان فيها البرشام بدأت إن أنا أقفل عليها باستخدام الفوم الأبيض هبتتي بعد كده أشيل الزيادات وهيجي كده عند الأجزاء اللي هي الدوير اللي موجودة في شريط البرشام ببتدي إن أنا أقصها طبعا أنا هنا سبتت الفوم على الأجزاء من بره سبتها كويس جدا حوالين الدايرة اللي هي المكان اللي كان فيه البرشام بدأت بعد كده أنا أقص زيادات بقصها بقى عندي عشان يطلع الشكل مصبوط بقيت عندي كده بشكل عيون طبعا العيون دي إحنا ممكن نستخدمها في استخدامات كتير قوي يعني لو أنت حابة تعملي أشكال كده للأطفال وكمان ممكن تستخدميها للتزيين في عمل العرايس تقدري برضو أن أنت تستخدمي العيون دي العيون دي بتتبع في المكتبات جاهزة ممكن تنفذيها باستخدام شرية البرشام طريقتها سهلة جدا وكمان مش تاخد معك أي وقت بدأت بالشكل ده كده أن أنا أثبت العيون على جزء من الفوم ممكن نعمل شكل ايموشن أو أي شكل كده الأطفال يكونوا بيحبوه ورضو فكريتها بسيطة وسهلة تقدروا تجربوها وتقولي لي بقى أيكم